بضعة جديدة سمعناها بالأمس تحت عنوان التعصف في تطبيق الدستور وأخرى هي المبادلة في تطبيق الدستور لكل مقام مقال انتلاقاً من هذه المقولة ربما شعر النائب زياد أسود أن سلاح الكلمة الذي يستخدمه تحت قبة البرلمان لا يصلح في شوارع لبعة فاستبدله بسلاح حقيقي وضعه على خصره ونزل فيه إلى الشارع مشرفاً على عملية منع وصول الفيلج سوري للسكن في إحدى مدارس المنطقة أنا إذا حطيت فردي عجمبي لأنه نازل بالعطمة وبيظل الواقع ما علاش يعني فيك تعتبره حماية شخصية وفيك تعتبره دفاع عن النفس وفيك تعتبره رسالة للكل اللي بيفتكروا أنه فيهم يعتدوا علينا أنه نحن قادرون على الدفاع عن أنفسنا وفيك تعتبره من باب المعنوية يستفلوا يفكروا فيها مثل مبادهم أنا كابيت لهم حزورة ينقوا اللي بتعجبون ويستعملوا بس أنا ما مستحف فيها تصرف أسود على غرابته ليس بسابقة فقبله وبعد اختيال اللواء وسام الحسن نزل النائب معين المرابي شخصياً إلى الشارع لإقفال الطريق وبين قطع الطريق والتلويح بمسدس شخصي ما هي الحدود المرسومة للنائب اللبناني قانونياً وإخلاقياً حيازة الأسلحة إلى أصول بد يكون عنده ترخيص إذا معه رخصة بأنه يحمل سلاح ما أين ضاير؟ ما في ضاير من ذلك بس إذا بده يستعمل سلاح تيعتدي عن الناس أو تيعمل البهيات بسموها باللغة المتداولة فلومة ليس شغلة نائب هذه التي يعملون السلاح زينة الرجال هكذا يقولون فهل يصبح قريباً زينة النواب أيضاً؟